إلى أسواق المال حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختم التعاملات بزتناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وارتفع رأس المال السوقي 518 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760 مليار و430 مليون جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 24 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 11859 نقطة في المقابل تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي أكس 70 متساوي الأوزن بنسبة 4 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 2195 نقطة وصعيد المؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزن بنسبة 1 من 10% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة